رئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركته في قمة النيتو المزمع عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل وشدد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظره البولندي على أهمية موقع تركيا الجغرافي والسياسي في إحلال السلام بالمنطقة خامس زعيم يصل أنقرة خلال أسبوع باتت تركيا على ما يبدو البلد المرشح لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية لا يخفي الرئيس البولندي أهمية الدور التركي في المنطقة إذ يرى البعض أن تركيا مرشح قوي لتحقيق انفراجة تنهي الهجوم على أوكرانيا تركيا دولة هامة للغاية من الناحياتين الجغرافية والسياسية وتلعب دورا كبيرا جدا من أجل السلام في المنطقة نجت تركيا حتى اللحظة من الانحياز لأي معسكر بين الروس والغرب وسارت أنقرة بحذر شديد بين حلف الأطلسي الذي تنتمي إليه وبين حيوية علاقاتها مع موسكو كحليفين في منطقة الناتو قمنا بمناقشة تفاصيل الأزمة الأوكرانية وإمكانية ما يمكن فعله خلال مشاركتنا في اجتماع قمة الناتو في الرابع والعشرين من شهر آذار توسيع الشراكة في مجال الصناعات الدفاعية احتل حيزا معتبرا من الزيارة فبولندا هي البلد الوحيد في النادي الأوروبي الذي أبرم صفقات شراء المسيرات التركية ويبدو من الزيارة المفاجئة في زمن الحرب أنها ستفتح شهية وارسو على مزيد من الصفقات تقف بولندا على أقصى اليمين في مناهضة روسيا بينما تقف تركيا في المنتصف من الواضح أن وارسو مستعدة لتقديم كل شيء إلى أوكرانيا في سبيل عدم وصول القوات الروسية إلى حدودها بينما الواضح لدى أنقرة أنها لا تملك للأزمة سوى جهود الوساطة أحمد غنام العربي وينضم إلينا من إسطنبول هشام نور الباحث في العلاقات الدولية تحياتي أستاذ هشام سأبدأ معك من تأكيدات الرئيس الأمريكي لزيلنسكي أيضا ما ورد على لسان وزير الخارجية داود أغلو بخصوص مساعي واشنطن للتوصل والإنجاز تقدم بهذا السياق ما الذي حقق حتى اللحظة برعيك؟ تحياتي بداية لك أستاذ ديمو وليل أستاذ المشاهدين بطبيعة الأحوال الجهود التركية فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا لم تتوقف منذ ما قبل شن روسيا لهذه العملية العسكرية على أوكرانيا عندما دع الرئيس التركي رجب طيب أردغان كل من الرئيسين الروسي والأوكراني إلى أنقرة للاجتماع وإيجاد سبل لحل الأزمة فيما بينهما قبل شن روسيا حرب على أوكرانيا بعد ذلك نشطت الدبلوماسية التركية بشكل كبير فيما يتعلق بمحاولة جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات ونجح وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني في إجلاس الطرفين إلى طاولة واحدة وعلى الرغم من أن المؤتمر الصحفي لكل الرجلين حينها لم يخرج بنتائج كبيرة فإن تركيا كما عربي حسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان اعتبر ذلك نصرا دبلوماسيا عندما هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن وأخبره بجهود أنقرة في ذلك الآن ديان تنشط الدبلوماسية التركية لإيجاد حل دائم ووقف إطلاق نار دائم فيما يتعلق بأوكرانيا وأيضا إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة التي تعتبرها تركيا مهددة لأمنها قومي نظرا لموجودها على دول مشاطئة كما تفضلت حضرتك بأن الرئيس التركي رجب طيب أردغان حاول قبل بدء هذه الحرب بجمع الرئيسين ولم يحصل هذا الاجتماع الآن لا تزال أنقرة تتحدث عن أن الحل سيكون بلقاء مباشر بين زلينسكي وبوتين فما الذي سيدعم أنقرة في الدفع بهذا الاتجاه لأنه سقف التوقعات البعض بأن أقصى ما تستطيع تركيا تحقيقه في هذه المرحلة نظرا لظروف عديدة هو جمع وزيري الخارجية كما حصل في أنطاليا لا أتوقع أن زيارة وزير الخارجية التركية اليوم إلى موسكو ومن ثم توجهه غدا إلى كييف سوف تكون خالية الوفاد النشاط الدبلوماسي التركي الآن متصاعد كثيرا والكل يراهن على الدور التركي في هذه الأزمة تحديدا نظرا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار زيارة أكثر من خمس مسؤولين كبار سواء كانوا رؤساء دول أو رؤساء وزراء من قبل المجتمع الدولي إلى أنقرة ويبدو أن الجميع يعول الآن على الدور التركي نظرا لوجود علاقات استراتيجية واقتصادية وتاريخية لتركيا مع كل من موسكو وكييف في الوقت نفسه تركيا تراهن على هذه العلاقات تراهن على أن المسألة ما يجري في أوكرانيا هو مسألة أمن قومي بالنسبة إليها وأعتقد أن تلميحات الناطق باسم الرئاسة التركية قالنا عن احتمال وجود اجتماع بين الرئيسين الأوكراني والروسي على الأراضي أسأل تركيا هو أمر وارد جدا لكن بانتظار نضوج الظروف لنقل المفاوضات المباشرة بين الطرفين لسيما أن صحيفة فينانشال تايمز تحدثت عن وجود خطة من 15 نقطة ومقتراحات لتنفيذها بطبيعة الأحوال عندما سوف يتم الاتفاق على كل نقاط الخلاف بين الجانبين ويبدو أن الجانب الأوكراني يبدو ليس مستعدا حتى الآن لما تطلبه تركيا لما تطلبه روسيا نظرا لأن واحدا من هذه المطالب أو عدة مطالب هي الاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم الاعتراف باستقلال قريم الدونباس وغيرها لكن عندما تنضج الظروف سوف يحتاج الطرفان إلى مكان محايد يثق به كل الطرفين وهذا المكان المحايد والذي يثق به كل الطرفين بحكم عدم تورطها بشكل مباشر أو نقول عدم استفاف تركيا بشكل مباشر مع واحد من الطرفين على حساب الطرف الأخر هو المرشح الأكبر بذلك هو أنقرة هذا الحياد الذي يميز أنقرة وقد يؤهلها لدور أكبر في تحقيق إنجاز من ناحية إيقاف هذه الحرب كيف ستحافظ عليه؟ يعني يبدو الأمر كأنه ماشي على خيط رفية يعني مسيرات برقدار أثارت غضب روسيا عندما تم استخدامها اليوم زيارة الرئيس البولندي والحديث أكثر عن صفقات تجارية لأسلحة تركية كيف ستوازن أنقرة يعني ما بين مكاسب تستطيع تحقيقها تجاريا وما بين دورها الدبلوماسي الذي يستوجب الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف حتى الآن نجحت أنقرة في سلوك هذه الطريقة في التعامل مع ما يجري في أوكرانيا نظرا لها العلاقات بين البلدين الآن لا أعتقد أن روسيا تنزعج بشكل كبير أو منزعجة بشكل كبير من أن تركيا تقوم بالترويج لبضاعتها أو لنقل أسلحتها النوعية في هذه الحرب كما فعلت روسيا قبل ذلك في مناطق أخرى في سوريا على سبيل المثال وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة في سوريا عندما قامت بتجربة عشرات بل مئات الأنواع من الأسلحة على الشعب السوري وأيضا أنقرة لنقل غضة الطرد قليلا عن ما يجري لأنها تريد الحفاظ على علاقة استراتيجية مع روسيا الآن ما الذي يرجح أن تبقى تركيا في هذا الدور وأن تستمر في إمساك العصر من المنتصف فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا وأوكرانيا وفيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا من جهة وحلف الناتو من جهة أخرى هو حرصها على مصلحتها وأمنها القومي لأنها تعتقد أن إيجاد حل سلمي لهذه المسألة إيقاف وإيجاد وقف لإطلاق النار يكون دائما وإيجاد حل يرضي كلا الطرفين هذا الأمر سوف ينعكس بشكل مباشر على أمنها القومي ولذلك فإنها لن تتخضع للضغوط الغربية المتزايدة لسيما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى بروكسيل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لحضور قمة الناتو هي تعتقد أنها تقوم بدوريا فيما يتعلق بالضغوط الغربية على روسيا فيما يتعلق بإرسال الأسلحة وإرسال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والقيام بما يجب وتنشيط دبلوماسيتها ووزير خارجيتها فيما يتعلق بكل الطرفين لكنها بالمقابل تعتقد أن العقوبات الغربية الاقتصادية على الاقتصاد الروسي سوف يتأثر به الاقتصاد التركي ولذلك فهي ترى أن هذه العقوبات هي محاولة لحشر الكريملين في الزاوية وكلما اضطر الرئيس الروسي إلى أن يكون محاصرا أكثر بهذه العقوبات سوف يكون أكثر دموية فيما يتعلق بقصف المدن الأوكرانية ولسيما أن الحرب الأوكرانية الآن أو الحرب الروسية على أوكرانية قد أنهت الليلة أسبوعها الثالث ودخلت في أسبوعها الرابع وسط تغيرات استراتيجية فيما يتعلق بالجيش الروسي الذي تبدو شهيته الآن أكثر انفتاحا على مزيد من القصف لسيما في المدن الكبرى في ماريبول في أوديسا في كييف لكل ذلك في تغيير الاستراتيجية التي كانت تحاول استغلال عامل الوقت لتأمين تدفق مزيد من اللاجئين وتحويل مسألة الوقت التي رهن عليها الغرب في الآوين الأخيرة على أن تتحول أوكرانيا إلى مستنقع لروسيا على أن تتحول ذلك إلى أزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تحديدا لسيما مع تجاوز عداد اللاجئين من أوكرانيا إلى دول الجوار وتحديدا بولندا مع تجاوزهم بشكل إجمالي ثلاثة ملايين إذن هذه الأزمة كلما طالت مدتها سوف تتأثر كل الأطراف وترى تركيا أنها من مصلحتها القومية والأمن القومي تحديدا أن تجد حل سريعا ودائما لهذه الأزمة شكرا جزيلا لك من اسطنبول هشام نور الباحث في العلاقات الدولية